اهلا وسهلا بكم مرة تانية ما زلنا في هذه التغطية الحية والمتواصلة لأبرز تطورات الأمور في مصر من الأخبار الهامة شفناها النهاردة هذا الحريق الذي نشب فيه تلات عوامات في النيل بالقرب من منطقة الزمالك هذا الحريق امتد من عوامة منهم إلى عوامتين تانين منهم الدهبية بالقرب من مسجد خالد بن الوليد بالكيتكات وكانت هناك محاولات مكثفة من قوات الاطفاء للسيطرة على الحريق دي صور من هذا الحريق اللي شهدته هذه المنطقة تلات عوامات بكورنيش النيل اندلعت فيهم النيران في منطقة الكيتكات قوات الاطفاء نجحت في النهاية في السيطرة على هذا الحريق لكن مع الأسف بعد أن أتى على محتويات العوامات بالكامل هذا الفيديو زي ما احنا شفنا نشر على موقع اليوم السابع فيديو 7 من الأخبار الهامة الأخرى أيضا الاشتباكات التي نشبت بين طلاب في جامعة المنصورة من المنتمين لجامعة الإخوة المسلمين وآخرين مؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسي وجيش المصري أمام مدرج السنهوري بكلية الحقوق والذي يتواجد به المستشار العلمي للرئيس كانت مسيرة من الطلاب من أنصار جامعة الإخوة المسلمين اليوم السابت قد رددت هتافات منوئة ضد الجيش والشرطة والإعلام فيما خرجت مسيرة أخرى لعدد من الطلاب لتأييد الجيش والشرطة والفريق السيسي زي ما احنا شايفين تقابلت المسيرتان أمام مدرج السنهوري وتبادل الطرفان الهتافات وسرعان ما تطورت الأمور مع الأسف الاشتباكات بينهما وتحولت ساحة الجامعة لساحة اشتباكات وكر وفر بين الطلاب وسط حالة من الرعب خاصة بين الطلاب الذين لم يشاركوا في أي من المسيرتين ساحة الجامعة شهدت هذه الاشتباكات يعني النهاردة وسط استقبال المستشار العلمي للرئيس وكانت هناك اشتباكات أخرى مشابهة عرفت إعلاميا باشتباكات أسود في نفس الجامعة في العام الماضي بين طلاب حركة أحرار وطلاب جماعة الإخوة المسلمين بسبب الهتافات والشماريخ وتطور الأمر الاشتباكات بالأسلحة البيضاء والخرطوش وتم حبس 18 شاب من حركة أحرار في ذلك الوقت الخبر الثالث الحقيقة هو خبر أيضا لا يقل أهمي عن هذه الأخبار وهو تشيع جنازة الشهيد الملازم مصطفى يحيى جويش من قطاع الأمن المركزي في العريش أهالي محافظة بورسعيد وقيادات مديرية الأمن شيعوا جنازة الشهيد في العريش بعد ظهر اليوم في جنازة عسكرية مهيبة حولت مظاهرة وطنية وهتفت أيضا ضد جماعة الإخوان المسلمين تعرض أفراد أسرة الشهيد وزملاء الأهالي من أبناء المدينة الباسلة لحالة انهيار في أثناء تشييع الجثمان وسط حالة من الغضب والاحتقان التي سادت بين الألاف من أبناء المدينة والجنازة شيعت من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو مسقط رأس الشهيد عقب صلاة الظهر شارك في الجنازة أيضا محافظ بورسعيد اللواء سماح أنديل والعديد من قيادات مديرية الأمن على رأسهم اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن واللواء عادل الغطبان الحاكم العسكري بالمحافظة وزملاء والد الشهيد اللواء يحيى جويش مدير أمن جامعة شمال سيناء من قيادات الشرطة السابقين كما رأينا قبل قليل تم لف الجثمان في عالم مصر وسط ترديد هتفات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله والإخوان أعداء الله وتحولت الجنازة إلى مظاهرة كبيرة ضد جامعة الإخوان المسلمين واتهموهم بأنهم السبب وراء كل هذه الأحداث التي تقع في مصر خاصة في سيناء وأنهم فصيل إرهابية إذن تم تشريع جنازة الشهيد مصطفى يحيى جويش وخلال الجنازة تم التنديد بجماعة الإخوان المسلمين أو بجماعات العنف والإرهاب بشكل عام كيف نقضي على الإرهاب؟ ربما هذا هو السؤال الذي يحلم بالوصول إلى إجابة عليه الكثيرون دائما بنقول أن مواجهة الإرهاب بالقبضة الأمنية وحدها لا تكفي نتحدث عن الحوار البعض مع الحوار ولكن مع وجود أطراف زي الأزهر والمؤسسات الدينية المعتدلة البعض الآخر ضد الحوار خاصة إذا كان حواراً مع جماعات تبنت العنف أو تورطت فيه لكن زي ما كنا بنقوله ربما في الفقرة السابقة مهما شيدنا جداراً عازلاً للأمن أو جسوراً ممتدة للحوار هيظل هناك ثقب ولو بسيط تتصرب منه الأموال إلى هذه الجماعات تمول عصابات الإرهاب وتمدهم بالسلاح تأتي هذه الأموال من مصدرين إما غسل الأموال يعني إيه غسل الأموال؟ يعني إعادة تدورها مرة أخرى لإخفاء مصادرها الأصلية أو من مصادر أخرى تبدو مشروعة زي جماعات الخيرية على سبيل المثال زي جامعة التبرعات زي المشروعات الاقتصادية ربما اللي بتخفي وراءها أهداف أخرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقدران أن نسبة من 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعني كان بالأرقام يعني من 2 إلى 4 تريليون دولار سنويا التريليون هو مليون المليون تمام؟ من 2 إلى 4 تريليون دولار سنويا بيتم غسلها لاستخدامها يأما في تهريب المخدرات يأما في الجريمة الدولية المنظمة الجريمة الدولية المنظمة هي اللي احنا بنشوفها هنا في مصر دلوقتي الجريمة الإرهابية اللي بيتم الإعداد لها لإفساد الحياة العامة وإفساد حياة المواطنين وتخريب المنشآت وقتل الأرواح البريئة ربما كانت المرة الأولى اللي انتبه فيها المجتمع الدولي لأهمية تجفيف منابع الإرهاب كانت بعد أحداث 11 سبتمبر عمل إيه؟ مجلس الأمن في ذلك الوقت أصدر قرار رقم 1373 لسنة 2001 صدر هذا القرار بالإجماع يوم 28 سبتمبر تحديدا 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر يقضي بتمفيذ عدد من التدابير للتصدي للأنشطة الإرهابية من بينها تجريم تمويل الإرهاب القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي بناء على هذا القرار تم تشكيل لجنة لمكافحة تمويل الإرهاب مصر وقعت عليها وده الحقيقة كان مسؤولية كبيرة جدا على مصر لتجفيف منابع الإرهاب زيها زي أي دولة في العالم بتقدم تقريرات أو تقارير سنوية عن نشاطها في هذا المجال دلوقتي مسؤولية مصر أكبر لأنه لم تعد جرائم الإرهاب متفرقة من وقت لآخر زي ما كنا بنشوف في الماضي لكن أصبحنا كل يوم بنستيقظ على حادث هنا وهناك نفقد في عدد من الأرواح كيف نغلق ثقب تمويل الجماعات الإرهابية؟ هل نجحنا من خلال الإجراءات اللي احنا بنتخذها دلوقتي فيه تجفيف ولو جزء من منابع تمويل الإرهاب؟ وإيه هي هذه المنابع من الأساس؟ ده اللي حننقشه في هذه الفقرة مع ضفنا الأستاذ جمال طاها الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي أهلا وسهلا بيك أستاذ جمال أهلا بيك يا فن معذرة على هذه المقدمة الطويلة كانت مطلوبة هي كانت مطلوبة الحقيقة وأنا برضو أشاركك الاهتمام بهذا الملف ربما من المصادفة أنه أنا عملت عليه من عشر سنوات يعني عملت تحقيق تلفزيوني وكان عنوانه تصريح من الله ليه تصريح من الله؟ لأنه في بداية هذا التحقيق الوثائقي التقيت في لندن بشاب جزائري كان بيجمع التبرعات عند المسجد المركزي في وسط لندن وسألته أنت بتجمع التبرعات باسم مين؟ قال لي باسم جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر طب عندك تصريح؟ قال لي لا أنا ما عنديش تصريح من السلطات قلت له طب إيه التصريح أنت بشتعل به؟ قال لي تصريح من الله فأطلقت على هذا التحقيق الوثائقي التصريح من الله وأعتقد أنه ده عنوان عريض ربما يعبر عن كل هذا الملف الخطير إيه هي المصادر المحتملة أستاذ جمال لتمويل الإرهاب؟ طيب خلينا بداية بس عشان نحدد المفاهيم دايما التنظيمات اللي ليها جانب سري في نشاطها بتعتمد على أنها تشتت أجهزة الأمن في عملية تتبوحها وبالتالي من البداية عايزين نعرف علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالجماعات الإرهابية بالتنظيمات السرية يعني من سنة 28 يوم أنشأ حسن البنة الجماعة كان بيجمع في داخلها ما بين مجموعات الدعوة مجموعات النشاط السياسي مجموعات الحجد الجماهيري مجموعات المشاط الاقتصادي وكان فيها جزء من التنظيم اسمه النظام الخاص صحيح النظام الخاص ده كان بيمارس عملية العنف اللي هو يعتبر جزء أساسي ورئيسي من حركة الإخوان المسلمين ولذلك بنلاقي مثلاً سنة 48 في مارس بيتحكم على تنين من أعضاء الإخوان علشان خاطر عملوا عملية تدبيع قتلوا نقراش لا الأول القرانية بتاعت الخزندار 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 القاضي اللي حكم على تنين من أعضاء الإخوان لأنهم عملوا عملية تخريب في شارع الهرم صحيح فكانت جتها أن يبعديها بأقل من أسبوعين اغتالوا الخزندار لما النقراشي حل الجماعة بعد أقل من ثلاث أسابيع اغتلوه لما جمال عبد الناصر رفض وتمرد على فكرة طلب الإخوان أن أي قرار يتعلق لمصير الدولة لابد أن يعرض عليهم عشان ينقشوه أولاً ويعطوله موافقة حاولوا يغتلوه سنة 54 وبالتالي بدأت عمليات تعقب من الدولة للإخوان أدرك بعدها الإخوان كانت كانت نهاية التعقبات دي سنة 65 لما أعدم سيد قد أدرك الإخوان بعد منها أن عملية الجمع ما بين أن داخل التنظيم يمارس العنف من خلال التنظيم نفسه دي عملية سوف تنتهي في النهاية بتصفية التنظيم لأن التنظيم سنة 65 بلغ أقصى درجات الضعف بتاعته فابتدوا هنا هو يعملوا عملية تفريخ من جوى التنظيم التفريخ ده ساعدهم ونفعهم قوي لأنهم وجدوا مجموعات جديدة من المريدين ما كانوش بيخشوا الإخوان مجموعات متطرفة ومن هنا ابتدأ من سنة 66 ابتدت تظهر مجموعات خلايا من تنظيم الجهاد ابتدت تظهر في نهاية الستينات برضو الجماعة الإسلامية وبالذات لمت مجموعة كبيرة جدا من المريدين داخل الجامعة والمجموعات دهية ابتدت حتى مجموعة شكري مصطفى اللي هي وجدت المناخ الخصب لشغلها داخل طلبة الكليات العسكرية وعملت العمليات الشهيرة بتاعتها محاولة الانقلاب انطلاقا من كلية الفانية العسكرية ده في نهاية الستينات قررت الإخوان أنها تشتغل دعوة وتشتغل سياسة وأن المجموعات دهية هي اللي تمارس عمليات العنف علشان خاطر لما يحصل تعقب من الدولة يعني عكس ده على موقفهم السياسي ده إجراء الإجراء الثاني بدأوا من يشتغلوا داخل التنظيمات السيادية علشان خاطر يوجدوا خلايا نائمة الفترة دي هي اللي تكونت فيها المجموعات اللي احنا بنسميها مثلا القضاة الاستقلال المجموعات اللي اخترقت حتى المخابرات الحربية واللي كانت وراء اللي عن مجموعات عبود الزمر واللي كانت وراء اغتيال أمر سادات فدي الفترة اللي شكلوا فيها المجموعات المستقلة أو التنظيمات المستقلة اللي فضلت تشتغل من سنة سبعين لغاية تلاتين ستة اللي حصل في تلاتين ستة تلاتين ستة أعلن النفير العام داخل الإخوان التنظيم يواجه خطر جدي لم يعود هناك مجال لفكرة التقسيم لابد أن التقسيم اللي تم في نهاية الستينات وبداية السبعينات أن يعود ليلتحم مرة أخرى وعشان كده تبتدت تظهر ما كنا بنسميه الخلايا النائمة بدأت تظهر اللي بتدينا نقول الله هو فيه طابور خامس كان واحنا مش عارفينه ولا إيه وده يمكن يفسر بعض حاجات كانت بالنسبة لأجهزة الأمن كانت تلاصم على سبيل المثال لما نقول أن جماعة الإخوان في توزيحها لميزانيتها بتصرف خمسة مليون جنيه على بعض الشخصيات اللي بتحتفظ بسريتها داخل مكتب الإرشاد مين الجماعات ده هات اللي بيصرف عليها خمسة مليون جنيه كل شهر طبعا هما بيقولوا أنه مصدر تمويل الجماعة الأساسي والاشتراكات اشتراكات الأعضاء أنه هما بيدفعوا النسبة من دخلهم شهريا لكن أنا سعيد جدا الحقيقة بهذا الملخص المفيد للمشهد من بدايته من بداية تأسيس الجماعة وحتى الآن لكن يظل السؤال الأساسي إيه هي المصادر المحتملة للإرهاب يعني هل اشتراكات الأعضاء في جماعة ما ليست بالضرورة جماعة الإخوان المسلمين لأنه قيل أنه جماعة تكفير والهجرة على سبيل المثال كانت تعتمد على ممارسة الحرف اليدوية خاصة بعد تكفير من يعمل بالحكومة فهل توفير الدخل من العمل الشخصي هل ده مصدر من المصادر هل هو المصدر الوحيد إيه المصادر الأخرى مشروعات الاقتصادية غيره الاشتراكات ما نقدرش نعاول عليها قوي لسبب لأن الاشتراكات فيه يعني بتتراوح شهريا ما بين 60 إلى 35 مليون جنيه ده مبلغ ما يغطيش الأنشطة اللي هم كانوا بيعملوها حضرات لو رجعت للفترة اللي هي كانت فترة 47 يوم بتوع الاتصام بتاع النهضة وربعة كان الإخوان بيصرفه يوميا بيتم استبدال 5 مليون دولار يعني 35 مليون جنيه تصرف يوميا على الاعتصامين في صورة بدلات بياخدها الناس المعتصمين في صورة مصاريف لعملية اللوجستيكس لنقل الناس من المحافظات وارجعهم في صورة الأغزية اللي كانت بتقدم للناس الوجبات طب بتيجي ازاي المبالغ دي بتيجي ازاي طبعا احنا لو عندنا معلومة مؤكدة كان الملف حسم لكن احنا ايه الترجحات أقرب الترجحات ببصو حضراتك هو يعني للأسف اني لغاية فترة قليلة الناس المحللين وهي بتتكلم بترجع تتكلم عن بنك التقوى وعن بنك أكيدة اللي حضراتك أشرت إلى قرار اتاخد من مجلس الأمن وبناء على ما كشفوا جورج بوس بناء على معلومات المخابرات المركزية الأمريكية من ان البنكين دلوهم كانوا ممولين بالفعل لتنظيم القعدة وكانوا ممولين لعناصر اللي قامد بعملية الاختراق البورجين وبالتالي اتفرضت فعلا حضر على الاموال بتاعة يوسف ندا وبتاعة نصر الدين وتفرض حضر على بنك أكيدة وعلى بنك التقوى ورغم اني حاول يوسف ندا انه يتحالع على ده بان هو غير اسماء بعض الشركات اللي شغالة الى ان سنة 2004 صدر قرار فعلا بمصادرة اموال البنكين وبالتالي لم يعد هذا مصدر من المصادر واكتشف الاخوان اني لا يصلح انهم يمولوا نشاطهم من خلال نشاط بنكي لان نشاط البنكي بحكم عملية التوصيق اللي بتبقى بيبقى مكشوف بيبقى مكشوف وبالتالي وخاصة مع تعاقب حالات غسيل الاموال على مصدر العالم وبالتالي لجأوا الى اساليب اخرى عديدة الاسلوب الاولاني اسلوب تشكيل الجمعيات جمعيات الخيرية جمعيات الخيرية اول ما ظهرت ظهرت في سويسرا سويسرا الوحدها فيها تقريبا تسع جمعيات بتتوزع ما بين كانتون وزيوريخ وجونيف ولوزان وكانتون والجمعيات دهيت لها نشاط كبير قوي مش بس داخل سويسرا لا بداخل سويسرا وخارجها وبتحصل اموال ضخمة جدا امريكا نفسها وقبل ما حضرتك تسيب سويسرا الحقيقة انا برضو عايز انوه انو انا التقيت بصحفي مصري يعمل في سويسرا وكشف انو المسجد المركزي الرئيسي في بيرن يعني بيمارس مخالفات مالية وبيعبث بالتبرعات وكان عنده تشاكك الحياة في انو هذه الاموال بتستخدم استخدام ما له علاقة بالارهاب وحين هدد بفطح هذا هددوا القائمين على هذا المسجد وحتى يعني هددون ان هما هيكفروه وده طبعا من المساجد الكبرى فيه مش بس في سويسرا الحياة في اوروبا كلها بالزبط يعني المساجد بتستخدم لهذا ايو مش بس الجامعات الخيرية لا لا المساجد هو اصلا الجامعات الخيرية دي بتنطلق من المساجد علشان خاطر تضمن ان مجموعة المريدين اللي فيها واسعة قوي وبالتالي نشاطها في جامع التبرعات تبقى نشاط كبير امريكا نفسها فيها فيها الجامعية الاسلامية الامريكية الجامعية دي لوحدها فيها مئة الف مشترك ديها ستين فرع في خمسة وتلاتين ولاية امريكية وحجم اللي بتجمعه سنويا حجم ضخم جدا وفيه منظمة الشباب الامريكي برضو منظمة من المنظمات اللي بتجمع مريدين وبتجمع تبرعات ووصل حتى الامر الى انهم عملوا جامعية داخل اسرائيل شيخ يوسف القراداوي في زيارته الشهيرة اللي قام بيها لاسرائيل عمل جامعية اسمها جامعية جامعية اهل الخير جامعية اهل الخير كانت بتحول شهريا مبالغ بالملايين لمنظمة حماس انا ليست لديه معلوم انه هو زر اسرائيل القراداوي زر اسرائيل انا ما عنديش معلومة الحالة لا لا هو زر اسرائيلي يفهم زر اسرائيل يعلم هذا ولا بيم فيه مجموعة من الداة معلن ولا الاراضي الفلسطينية لا لا زر اسرائيل اه زر اسرائيل اي مدينة في اسرائيل من الحخامات ما تنساش حضرتك اني اصلا نشأة منظمة حماس دي نشأة اسرائيلية ايه اللي عمل حماس مين اه اللي عمل حماس اسرائيل علشان قاطر تبقى قوة موازنة في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية اه وبالتالي ده كان مناخ مناسب لاني يتم الاتفاق على انشاء جامعية لتمويل النشاط الخيري لحماس اه لما اكتشفت اسرائيل ان هذا النشاط الخيري يتحول الى تمويل ضخم جدا وبيمول عملية تهريب للسلاح لمصلحة حماس اتخذت اجراءات قضائية بخصوصها افلت الفروع بتاعة الجامعية واعلنت هذه الجامعية جامعية غير مشروعة وبالتالي حتى كان لها بعض فروع في اوروبا اتقفلت تمام هل ممكن تجارة المخدرات وتجارة العملة تكون احد مصادر تمويل الارهاب خاصة اذا مورس من قبل جماعات عنف تحمل شعارات دينية فقد يندهش البعض منين تحمل شعارات دينية ومنين بتتاجر في المخدرات بص حضرك بالنسبة للتمويل من مصادر غير مشروعة فيه له مش جانب واحد او مش ايتم واحد هو عديد من العناصر العنصر الاولاني بيتم داخل سيناء زراعة ما بين 8000 فدان الى 4000 فدان حسب ظروف التكسيف الامني اللي بيتم داخل سيناء بتتم زراعتها بالمخدرات كل اموال المخدرات دي بتبقى موزعة ما بين مجموعة من المهربين والتجار والجماعة اللي احنا نسميهم جهاديين مجازا وهم مجموعة من الارهابيين ده مصدر من المصادر المصدر التاني ان عمليات التهريب للعناصر الافريقية ما بين الحدود المصرية الى اسرائيل بقت عملية تجارة ضخمة جدا بيدرها بالفعل الارهاب داخل سيناء والتجارة دي تحولت تدريجيا الى تجارة اعضاء ابتدت فعلا بعض عناصر منهم تتخطف هي راحة عشان خاطر تهرب الى اسرائيل فبيتم خطفها وبيتم الاجراءات لاخذ اعضاء منهم ودي تجارة من انشطة الانشطة الموجودة على الحدود وابتدت ريحتها تنتشر برا وابتدت المنظمات الدولية تجاهز الاجراءات تاخدها بخصوصها النقطة التالتة عمليات تجارة السلاح الموجودة في سيناء فدي تلت ابواب بتتم من خلالها عمليات تمويل للارهاب بمبالك كبيرة جدا طب الولايات المتحدة السيد جمال مولت ودعمت في وقت من الاوقات حركة طالبان في افغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي ما هو الضمان انه مفيش دولة الان بطرعة جماعات العنف في مصر على الاقل هو حضرات يعني فيه فيه نقدر نحط نحط كده قدام مننا الولايات المتحدة الامريكية نقدر نحط قطر نقدر نحط ايران ضمن الثلاث الدول اسرائيل مش في هذه القائمة اسرائيل ده سلح زوح الدين اللعب يعني كون اسرائيل بتتجلغل داخل جماعات الارهاب في سيناء لكي تكون على بينة من انشتتها انما دعم هذه الجماعات سلاح بحد دين اسرائيل ما تلعبهوش قوي ليه لان ده بالنسبة لها سلاح يوجعها اسرائيل في وقت من الوقات ما كانتش عارفة قلية تعامل مع الارهاب ازاي وخسرت الاف من القوات بتاعتها ومن المدنيين بسبب مواجهتها للارهاب انا عايز اقول والحياة الف نظر المشاهدين الى انه تحليلات حضرتك تقترب من الحقائق لانه لحضرتك باع طويل في العمل مع المخابرات المصرية فلذلك يعني احنا و احنا بنسمع من حضرتك هذه التحليلات فاحنا الحياة بنصدقها على الفور لانه هي تقترب بالفعل من الحقائق فلما بتقول اسرائيل الان ليس لها ذراع في هذه الاعمال الارهابية فاذا ينبغي ان نصدق هذا ليس لها ذراع في دعمها ليس لها ذراع في دعمها ولكن لها ذراع في ان تكون على بينة من كف التفاصيل هذه الانشطة لان هذا الموضوع يهمها بالدرجة الاولى دي قضية امن قومي بالنسبة الاسرائيل وبالتالي انما لما نيجي مثلا نتكلم عن امريكا من المؤكد ان امريكا دعمت الاخوان في اسناء انتخابات الرئاسة بخمسين مليون دولار من المؤكد ان بعد انتخابات الرئاسة في تمنمية وخمسين مليون دولار يمكن حصرهم وصلوا للنظام الاخواني لتدعيمه من المؤكد ان فيه تمانية مليون دولار تيهين راحوا للاخوان مقابل الاتفاق بتاع تبادل الاراضي اللي كان بمقتضاء حيتم انشاء غزة الكبرى على حساب المنطقة اللي ما بين رفح وما بين العريش مقابل حتة مسلس صغير قوي من الاراضي الصحراوية اللي موجودة في صحراء النقب وكانت المقابل بتاعه تمانية مليون دولار ده دور الولايات المتحدة الامريكية واللي مؤكد ان هو ثابت من خلال الوسائق النقطة التانية في اتنين مليار ونص مصادرة من اموال الاخوان والجامعات الاسلامية داخل البنوك الامريكية نص مليار منهم تم الافراج عنهم خلال السنة اللي حكم فيها مرسي الامريكان بيروجوا بان هذه الاموال لم تذهب الى الاخوان المسلمين ولكنها ذهبت الى جمعيات وتنظيمات اسلامية ولكن من المؤكد انها ذهبت الى الاخوان المسلمين طبعا بعض هذه الاموال المستخدمة لتمويل الارهاب قد تأتي ايضا من تبرعات مقدمة لجامعات الخيرية احنا ربما هذا الاسبوع سوف يعلن عن مسودة قانون الجامعات الاهلية الجديد اللي بيضع قيود على مسألة التمويل من الخارج وبيضع لها شروط لنيل موافقة الجهات الرسمية لكن هذه الجامعيات اللي بتدعي انها خيرية ولها بتتسطر خلف انشطة لكن لها اغراض اخرى اكتسبت شرعياتها في الواقع من القطاع المالي الرسمي مش بس في مصر حنتكلم على مستوى العالم بيقدر المبلغ اللي تم حظره عالميا في هذا القطاع باقل من 170 مليون دولار ايه السبب يا ترى في هذا العجز الدولي الواضح في تعقب مصادر تمويل الارهاب لو احنا بنتكلم عن مبالغ ضخمة جدا جدا بيتم تدولها من خلال الجامعات الخيرية ويتم حظر 170 مليون دولار فقط منها ده عجز كبير بص حضرك حطيت ايدك على بند من البنود المهمة جدا اللي ملتفتة اليها الاخوان المسلمين من سنة 48 لما ابتدت نظر الحرب تقوم ما بيننا وما بين اسرائيل بدأت الاخوان المسلمين حملة ضخمة جدا على مستوى الوطن كله لجامع التبرعات جامعت مبالغ رهيبة جدا وقبل الحرب مباشرة قفتت مجموعة الفتوى داخل الجماعة باني تحرير فلسطين اولى بيها اغنياء الفلسطينيين اما هذه المبالغ فنحن احق بها كمصدر للدعوة مش ده بس فلوس فلوس التبرعات احنا ما فيش جامع من الجوامع عندنا ما بيجمعش تبرعات ما فيش شارع من الشوارع ما بتلاقيش فيه صندوق ووقف واحد بياخد فلوس الجامعيات اللي موجودة الرسالة والارمان ومصر الخير هتلاقي فيها عناصر من مجلس الادارة بتاعتها نعم على كل حال وزارة الاوقاف يعني اصدرت قرار قاطع بمنع جامع التبرعات في المساجد سنواصل النقاش في هذه النقطة بالتحديد ولكن بعد هذا الفاصل لرفع ادان المغرب اشتركوا في القناة